شكرا لزميل صالح الشمالي إذن مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة للحدث العصيب الذي مرت به دولة الكويت هذا اليوم بالأمس طبعا بقول الله تعالى في محكم تنزيل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيان عند ربهم يرزقون ويقول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراب هؤلائك من كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم مشاهدين في يوم الجمعة المباركة وفي نهار رمضان الكريم وأثناء سجود المصلين لله في بيت من بيوت الله ارتكب مجرم إرهابي جريمة شنعاء لا تمت للدين بصلاة راح ضحيتها شهداء كويتيون ووافدون نسأل الله العلي العظيم أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم بل كويتيين جميعهم الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين إذن مشاهدين الكرام معنا في الاستوديو كل من الدكتور سعد العنزي الأستاذ بكلية الشريعة وعضو الرابطة الوطنية للتعايش وإيضا الشيخ هاني شعبان إمام وخطيب بالرابطة الوطنية أهلا ومرحبا بكم ونعزي أنفسنا قبل أن نعزيكم بهذا المصاب الجلل لا شك في ذلك أعتقد بأن يعني ما أصاب المجتمع الكويتي البلد بأسره لا شك بأنه مصاب جلل نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداء الكويت ولا شك بأن ما حدث هو جريمة بكل المقاييس وأعتقد بأن لا يوجد عقل ولا دين يؤيد ما يحدث وما حدث سواء كان في الكويت أو حتى أيضا في الجوار الإقليمي من مآسي أسرية واجتماعية وأمنية أصابت العالم الإسلامي بأسره وأصاب أيضا أهل الكويت حقيقة يوم الجمعة ما أصابها من مآسي ولكن عزاؤنا لا شك بأن وحدة هذا المجتمع كفيلة بصد أي فكر متطرف يحاول زعزعة الأمن أو الأمن المجتمعي داخل مجتمع الكويت وأعتقد بأن المجتمع الكويتي بأسره بجميع طوائفه ومذاهبه ضرب لنا حقيقة رمزا من رموز التحدي والتصدي لكل فكر منحرف وشاذ يحاول أن يزعزع صفوف المجتمع الكويتي الواحد ما يحدث وما حدث حقيقة نحن منذ زمن بعيد وأنا كذلك مع الشيخ هاني شعبان في عدة لقاءات وفي عدة محاضرات وتكرت دائما يعني وخلال هذا الاستيديو نعم لا شك في ذلك سواء كان في تلفزيون الكويت أو حتى أيضا في بعض القنوات الفضائية الخاصة ذكرنا بأن التحدي القادم هو نبذ التطرف والتشدد ومواجهة هذا الفكر بفكر أي بالفكر الصحيح لا شك بأن ما يحدث وما نسمع من أفكار ومن جماعات وغير ذلك تحاول أن تتوغل داخل المجتمعات وتبث هذه السموم قبل الدخول في هذه القضية دكتور سعد أريد منك الآن تشاهد معي تجمع واصطفاف أهل الكويت في مسجد الدولة الكبير يتقدم المستقبلين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شيخ صباحة الخالد الصباح ووزير أعلام شيخ صلمان الحمود الصباح وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كيف تصف هذا المشهد؟ شوف هذا هو حقيقة المجتمع الكويتي بأسره سواء كان المسؤول أو حتى عامة المجتمع هذه هي ميزة الشعب الكويتي أنه في الأزمات يصبح كالجسد الواحد سواء كان مسؤول أو كان أي مواطن آخر وأعتقد حتى جميع طوائف المجتمع الكويتي وفئاته تتحد في مثل هذه المواقف وهذا مجرّب يعني في 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 الأيام في سنة التسعين وما حدث من معاسي وجدنا التلاحم لم يسبق له مثيل تلاحم الشعب الكويتي مع قيادته في ذلك الوقت أعتقد بأن أيضا يعني كل ما تأتي فتنة أو تأتي أو يأتي بتلاء داخل المجتمع يحاولون ويحاول البعض أن يزهزع الأمن المجتمعي داخل المجتمع يفشل لأن المجتمع الكويتي هو مجتمع واحد وأعتقد ما معدد ومهما يحصل من اختلافات أحيانا سياسية وأحيانا فكرية وأحيانا طائفية وشد من هنا ومن هناك ولكن تبقى يبقى المحك أن المجتمع الكويتي عندما يصاب بابتلاء تجده كرجل واحد يقف صامدا بكل قوة لمواجهة أي فكر يحاول أن يخترق هذا المجتمع شيخ هاني شعبان إمام وخطيب بالرابط الوطني يعني بداية كيف تلقيتم خبر هذا المصاب الجلل بداية أود أن أقندم تعزيل كافة الشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل الذي أصاب الجميع وفي نفس الوقت أود أن أبارك لأسر الشهداء ولأهل الكويت قاطبة هذا الشرف الذي قلدنا إياها أولاء الأحبة بأن نكون أسر وعوائل وأصدقاء وأبناء مجتمع تشرف بوسام الشرف الإلهي وهي الشهادة في شهر العبادة في هذا الشهر الفضيل طبعا أنا ككوني إمام مسجد ما أن انتهينا من الصلاة وبدأ المصلين يسلمون علينا حتى صعقنا بخبر انفجار حدث في إحدى المساجد وما مضت لحظات حتى أخبرتنا إحدى الدوريات بأنه حدث انفجار في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الصوابر وينبغي لكم أن تأخذوا الحيطة والحذر فذهلنا بالنتيجة مسجد الإمام الصادق من المساجد الجامعة الكبيرة التي تحوي أعداد من المصلين لا تقل من الثلاثة آلاف مصلي لسعة المكان ولحجمه فحدوث أي انفجار في هذا المكان على وجه الخصوص يعني هناك عدد كبير من القتلى وعدد كبير من الجرحة لموقعية المسجد واستراتيجيته والحشد الكبير الذي يضمه والمصلين الذي يصلون فيه فكانت صدمة كبرى بأنه كيف في شهر الله في شهر العبادة وفي مسجد الله وفي بيت من بيوت الله أن تتم هذه الحادثة المأساوية وعلى أي أساس يعني الإنسان العاقل والإنسان المسلم العاقل بمجرد ما يسمع هكذا خبر يضع عشرات علامات الاستفهام هل إن بيوت الله عز وجل مراكز تستهدف ولماذا وماذا يعمل فيها ألم تخصص إلا للصلاة ألم تخصص للعبادة ألم تخصص للدعاء ألم تخصص كمراكز يعرج الإنسان المؤمن بروحه إلى الله سبحانه وتعالى فيتلقى سكينة ويثقى وقارن ويتلقى بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى فكيف يعقل أن يتعدى من يتعدى على هذا البيت وهو الذي له حرمة عند جميع المسلمين على جميع أطيافهم ومذاهبهم وهو بيت من البيوت المحترمة حتى عند غير المسلمين فعند غير المسلم عندما يمر على المسجد يرى قلسيته ويرى حرمته فمن هذا الذي تعدى حرمة المساجد وحرمة المصلين فيها هذا الأمر دكتور سعد تحدثنا طويلا بهذا الموضوع يعني تعدى على حرمة المسجد يعني بعض تساءل من رسالة قصد الإرهابيون توجيهها للكويت باعتقادك أنا أتصور بأن هذا الفكر هو هدفه فقط هو زعزعة الثقة داخل أي مجتمع يحاول أن يتوغل فيه وأنا أتصور بأنه قد يعني فلح في بعض المجتمعات نوعا ما لسبب وهو الاضطرابات الفكرية والمذهبية أحيانا والسياسية في تلك البلاد فاستغل مثل هذه الأوضاع نحن في هذا المجتمع نحمد الله عز وجل لدينا مجتمع متماسك قد يكون هناك اختلاف بالرأي نجح في أكثر في أكثر من دولة نعم لا شك في ذلك لا شك في ذلك لكن فتنة بين المذاهب أيضا هذا هو يتعايش على الفتن يتعايش على الاختلافات يتعايش على المصائب الموجودة في المجتمعات سواء كانت سياسية أو حتى طائفية أو مذهبية دينية فهو يغتات على مثل هذه الأجواء نحن في المجتمع الكويتي ما عندنا يمكن الموجود في بعض البلاد اللي توغل فيها مثل هذا الفكر وحاول نعم هناك بعض الاختلافات هناك بعض الأصوات وبعض أصحاب الدكاكين الذين يعني وجدوا بأن هناك مصلحة بإثارة بعض الفتن ولكن اعتقد بأن الشعب الكويتي واعي أنا أذهب إلى دواوين شيع وأذهب إلى دواوين سنة وأقعد مع كافة أطياف المجتمع في الشارع العام أجد بأن المجتمع الكويتي مجتمع واحد ويؤمن بأن الأمن المجتمعي مسألة دينية وليس مسألة فقط هي عادات وتقاليد أو مجتمعية فقط لا وإنما مسألة وواجب ديني يجب علينا أن نحافظ على العقول ونحافظ على الدماء ونحافظ على الأموال لأن الله عز وجل أمرنا بذلك القتل وصفك الدماء ليست هي ثقافة المجتمعات الإسلامية حقيقة ولكن هي للأسف الشديدة وشدود فكري عند البعض الذي نسبه إلى الإسلام وأنا أعتقد لو يفهموا ويعوا لأن هذه الجماعة نحن أعلم بها يمكن عاصرنا هذا الفكر منذ أكثر من 35 سنة ولكن هذا الفكر يعني فكر تطور فكر متطور جدا بالإجراء تطور أنا رح أضرب لك أمثلة عبر التاريخ لأن أنا تعايشت مع هذا الفكر منذ نشأته وبعد ذلك تطور هذا الفكر وكان هناك أيضا نقاشات بين أيضا الجماعات الإسلامية ومحاربتهم أرجع 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 مقاطعة دكتور سعد أرجع أرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني حرم الدم المسلم ابن القيم رحمه الله ماذا يقول شوف يعني أنا أنظر إلى هؤلاء المساكين الذين قضوا يوم الجمعة يقول ابن القيم رحمة الله عليه لن تجد أحن من الله عليك فوالله لو يعلم الساجد ما يغشاه من الرحمة هو أثناء السجود متواصل مع الله عز وجل يقول ابن القيم لو يعلم الساجد ما يغشاه من الرحمة بسجوده لما رفع رأسه هذه قيمة ربانية فكيف بالذي يأتي ويقتل رجلا يصلي لا وأيضا ساجد وهو صائم وفي شهر رمضان وفي بيته من بيوت الله انظر إلى إلى القيمة انظر يعني رجل لو كان أنا أقول مهما يكون عنده من ثقافة ولا أعتقد عنده ثقافة إسلامية ولا أعتقد عنده ثقافة دينية الذي يقوم بمثله هذا العمل في شهر رمضان وفي بيته من بيوت الله تبارك وتعالى والناس أيضا وهم يصلون وساجدون وصائمون أنا أعتقد بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل مؤمن لأكبهم الله في نار جهنم شوف لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل رجل واحد من أهل الإيمان بلا حق لأكبهم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم هو عاديث الصحيح إذن القيمة الدينية نحن عندنا في الإسلام لا ننظر إلى مذهب السن والشيء لا نحن أمة واحدة قد نختلف في بعض القضايا قد نختلف الإمام أحمد الإمام أحمد في مذهبه أحيانا في القضية الواحدة نجد أربعة روايات ونحن تتلمدنا على مذهب الإمام مالك لدينا أربع روايات في مذهب مالك طيب هذه الروايات الأربعة كل رواية من هذه الروايات الأربعة عندنا أيضا اختلافات فيها فسال فقير ولدينا اختلافات مع المذهب الشيء ولكن لا يعني ذلك أننا لا نتعايش بل نحن نتعايش وتعايشنا وسوف نتعايش ولكن أي فكر أنه يحاول أنه زعزع هذه ثقة ثقة التعايش بين المجتمع الكويسة وفيفشل طيب لماذا لم يتم تعريته يعني مقصد دكتور سعد هناك دعاة متطرفين يدعون يبثون السموم ويستقبلها هؤلاء الشباب نعم أنا معك لماذا باجتماعاتكم خلال اجتماعاتكم أي أن كان في المؤتمر الإسلامي أو اجتماع للدعاة وود أشرك أيضا شيخ خالي نعم أنا بس إذا تسمح لي أن هذه المسألة حقيقة تعايشنا معها منذ سنوات طويلة وأذكر كنت في إحدى اللي جاء مع وزير الأوقاف آنذاك منذ تقريبا سبع سمانوات أذكر التاريخ وكانت لجنة اسمها اللجنة الفنية وكنت عضوا في هذه اللجنة الفنية وأعدت تقرير أو بحثا عن هذا الفكر لأني أعلم وأعرف هذا الفكر جيدا وذكرنا أيضا في كثير من المواقف الإعلامية والثقافية والندوات بأن هناك خطر هذا الخطر للأسف الشديد لم نتعامل معه ثقافيا لماذا لم يحدد هذا الخطر هل نكون أكثر صراحة الإعلام لم يواكب هذا الخطر بحقيقة كثقافة كنشر التقافة دكتور سعد يعني أدر المغاطاة دكتور سعد يعني بما يتعلق الإعلام أنت أعلم بأن الإعلام ممقصر بهذا الأمر ببرامجه ولكن هناك حسابات في المواقع الاجتماعية يتبعها متابعين بالملايين يفوقون مشاهدين قنوات العربية بأكملها أنا أبيل لك وين دور الدعاء لا ينبغي لا ينبغي يا سيدي أن يكون هناك فعل وردة فعل وأن لا يكون الثقافة فقط عندما يحدث فعل ما لا الثقافة تستمر على مدى سنوات طويلة وهذه سياسات الدول المتقدمة أنه يعني تقرأ الأحداث نحن الآن يعني ما يحدث في الإقليم للجوار أحداث مريرة وذكرنا في أكثر من موقف وأكثر من مكان إعلامي يا جماعة ترى البرنامج الواحد خلال شهرين أو ثلاثة لا يفيد لا يفيد لأن هذا الفكر فكر يحتاج مواجهته وبفكر لا وبفكر مكثف ينبغي على الإعلام بكل وسائله مواجهة هذا الفكر في أنا مواجهة هذا الفكر وأنما يكون كل يوم أو يوم مشارك هناك برنامج أولنا على الشيخ هاني شعبان طبعا أنا دكتور وشيخ هاني عفوا يعني الموضوع يتعلق بالمذهبين يعني صحيح فنود نأخذ رأيك لهذا الموضوع أرد أبديلك الموضوع أولا إحنا عندنا مشكلة أساسية في فهم المجتمعات للمنظور الديني إحنا دائما عندما نتحدث عن الدين في جميع المذاهب كلهم يحاول أن يعرض صورة الإسلام إما عن طريق الآيات القرآنية وكيفية فهم الآيات القرآنية وتفسيرها ومن ثم لا لا قبل أن نوصل إلى التفسير لا لا هناك اجتهادات بشرية ومن ثم نتحدث عن الأصول التي جعلها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كسنة يجتمع عليها جميع الطوائف والأمم الإسلامية ولكن عندما نأتي لكي نطبق ما ندرسه وما ندعو أننا دعاة إليه كقرآن والسنة النبوية تبدأ عندنا مشكلة أساسية وهي أن هذه الدعوة أو هذا الدين الذي نحن نأخذه نأخذه كأصوله المتجردة أو على أصوله المتجردة أم نأخذه من فكر الممارسة الدينية التي مارسها من قراء الإسلام ومن استوعب الإسلام وفق مفاهيمه ومن طبق الإسلام وفق تفسيراته المشكلة الأساسية التي جعلت الأمة الإسلامية تتبع مذهبية شنو معنات المذهب أنه ذهب إلى رأي فلان رأي الإمام مالك أو رأي الإمام أحمد بن حنبل أو رأي الإمام الشافعي أو رأي الإمام أبي حنيفة أو رأي الإمام جعفر بن محمد الصادق ما شكل فالتمذهب الذهاب إلى آراء هؤلاء العلماء والفقهاء الذين كانت لهم رؤية في تطبيق الأحكام الشرعية فالسؤال الذي يقع هل نحن كأمة إسلامية أيضا وقفنا عند هؤلاء الخمس الإجابة لها تفرعت أيضا الآراء الفقهية من هذه الآراء الأساسية وعندما ننظر إلى حجم المسافة بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام وبين السنة التي بدأت الأمة الإسلامية تعي أنه ينبغي لها أن تأخذ بلوازم دينية من شخص أوجده فكرا ومنهجا راح تشوف الفرق مئة عام يعني السؤال الذي إحنا نطرح للأمة الإسلامية هل مئة سنة ما كانت أكو ثقافة ما كان أكو تعاليم ما كو فقه ما كو تفسير كان موجود ولكن الأمة كانت تعيش لغة تعايش لغة تعايش لغة التعايش اليوم معناتها أنك أنت عندك ثوابت القرآن والسنة ومن ثم تستخدم لغة اختلاف أمتي رحمة بأن عندما يأتي إلى المذهب الجعفري الذي هو أستاذ الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله وكالإمام نعم أبو حنيفة وهذا ما أثبته الدراسات التاريخية فكانوا يجالسون الإمام الصادق كان يقول أما والله إني أحب مجالسة مالك وكذا كذا فما كان بيناتهم أي خلاف حتى فقهيا كانت عندهم مؤتمرات فقهية كانت عندهم جلسة فقهية الحوار كان موجود الانفتاح العلمي كان موجود لما أنا كفقيه أجالس فقيه والعالم يجالس عالم وصير حوارات ونقاشات بالنتيجة أفضي إلى علمه ويفضي إلى علمي أفضي إلى معرفتي ويفضي إلى معرفتي لربما الدكتور عنده نظرية يعتقد هنا صحيحة لكن عندما نتناقش فيه تثبت عنده خطأ يمكن أنا عندي نظرية أنا أعتقد أنها صحيحة لكن لما أتناقش فيها مع عالم آخر تثبت أنه مثلا خطأ فلغة الحوار والموضوعية التي طرحت ما قبل التمذهب وسارت ما بعد المذهبية هذه ظاهرة حسنة جيدة تفيد المجتمعات ولهذا مثلا ما تفضل الدكتور الإمام مالك كان عنده فر المسألة الوحدة أربع آراء تارة يذهب إلى مصر فتكون عنده في هذه المسألة آراء مختلفة من أنه إذا يرجع إلى الحجاز تكون عنده آراء أخرى مختلفة أو مستجدات تتوافق مع وضع المجتمع مع حالة المجتمع مع الوضع الديني للمجتمع يفرضه عرف شون؟ كعادات وتقاليد وغير وغير إحنا اليوم للأسف قاعد نحاول أن نعيش أولا تاريخ مو تاريخنا حضارة مو حضارتنا وبدلا أن نتقدم إلى الأمام ونستنفذ جميع الجهود ونعمل على تفعيل الدراسات التي تحيي مجتمعنا لأن الدعوة إلى الله مختصرة بآية وحدة في القرآن يا أيها الذين آمنوا هذه الرسالة موجهة لكل مسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لماذا؟ للتفجير؟ للتفخيخ؟ لقتل الأبرياء؟ لرفع حالة الأمن التي تعيشها المجتمعات والبلدان؟ لا ليس كل هذا إنما إذا دعاكم لما يحييكم فدعوة الله ودعوة رسوله إلى حياة حياة شعوبية حياة أممية حياة فرد بجميع مقاييس وموازين الحياة فكرياً موضوعياً دينياً عاطفياً سلوكياً حوارياً اليوم اللي قاعد يصير في المجتمع إن بدعوة الإسلام إحنا قاعد نضرب الإسلام بدعوة الإسلام نحن نقف أمام كل ما يمكن أن يخدمنا كمسلمين فكراً وفقهاً وحتى سياسةً ولا نعلم بأن هذه التوجهات اللي الحين بالفعل قاعد تطلع لنا بمسميات إرهاب وغير 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 بدعوة حملة الدين من هؤلاء؟ من أين جاءوا؟ من أي رحم وجدوا؟ دكتور سعد يعني خرج عن جادة الطريق الإسلامية الصحيحة إلى الإنحراف والغلو بالإسلام يعني ما هو الأجراء؟ ما تشوفوا أنا يمكن راح أتكلم القصص مرت عليه حالياً الآن من بعض الشباب شواهد تعتبر يعني كل يوم نعم يعني من هذه الشواهد شاب عمره 17 سنة يعني دكتور أنا جوازي محجوز في أمن الدولة إسعالي في أنه بأي طريقة ما سواء كان برفع قضية سواء بأي شيء بس أبي جوازي يرد لي طيب قلت لشو الموضوع يعني؟ قال رحت أنا سوريا وعبر تركيا وأنا وإخواني ثلاثة قاتلنا مع أحد الجماعات هناك ثم بعد ذلك رجعنا للكويت وتم القبض علينا وبعد ذلك تم حجز الجواز الجواز السفر قلت له أنت الآن رحت أمرك 15 سنة شو تعرف عن الإسلام؟ قال والله أنا جاهد في سبيل الله قلت هل تعلم؟ بأي راية أنت تذهب يعني؟ هل تعلم ما هو مفهوم الجهاد؟ ما هي السياسة الشرعية؟ وعلى أي راية أنت ذاهب؟ وما هو أحكام الشرع في مسائل الجهاد؟ والله لا يعلم عن الشرع يمكن حتى لو تقول عن سنن والوضوء لا يعرفها قلت له أنت إنسان يعني إذا هذا نموذج أن الطفل بـ 15 سنة يذهب إلى إلى سوريا وإلى بعض البلاد الأخرى فقط لأنه رأى في مواقع الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الغرف وبعض المواقع تبنى بعض هذه الأفكار عاطفيا ثم ذهب مباشرة هذه مسؤولية مسؤولية أسرة ومسؤولية علماء ومسؤولية أيضا السلطة والحكومات أعتقد بأن الجهل الموجود عند شبابنا والذي ترى أن أغلب هؤلاء يعني أعمارهم في الخمسة ستاعة 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 إلى أن يصل إلى العشرين لا يملكون من الفقه شيء نحن كدرسنا ولازلنا الآن درسنا منذ الثمانينات وتخرجنا وعملنا وإلى آخر ولازلنا الآن نتعلم ثلاثين سنة ونحن بين الكتب وتساعة واحد عشرين سنة ثمانتعش سنة قاضي شرعي في مليئة مثلا أضرب لك أمثلة على هذا بأن هناك جهل ولذلك هذا الجهل الموجود للأسف المطبق الموجود على عقول في عقول هؤلاء الشباب أثر على بعض شباب للأسف شديد عاطفيا وذهبوا أو تبنوا هذه الأفكار هنا ينبقي في الواقع مواجهة سنواصل معك دكتور سعد بس عدرا لدينا اتصال هاتفي ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أستاذ دكتور حامد أهلا ومرحبا بك وتعازينا لك بهذا المصاب الجلل بداية ما هي الرسالة التي قصد الإرهابيون والمجرومون توجيهها للكويت باعتقادك بسم الله الرحمن الرحيم أعظم لكم الأجر في الواقع العزاء الكويت كلها أميرا وشعبا بهذا المصاب الجلل في الواقع أنا أعتقد أنه وحي أيضا ضيفيك الكريمين دكتور سعد وزميننا وتلميدي كان أيضا الشيخ خاني شعبان شرف أنا درسبة الجامعة في فترة من الفترات يعني في الواقع أنا أريد أن أذكر مجموعة من الأديات الشعرية التي تعبر بالوافع عن هذا المصاب وتعبر عن اللحمة الكويتية والرسالة التي كانت وريد أن أوجهها الإرهاب للشعب الكويتي ولكن وجهنا له بهذا اليوم بمواقفنا أمس ومن خلال موقف أيضا صاحب السمو الله يحفظها وطول بعمره موقفه وحضوره مبكر لمسرح الجريمة والمسجد وتقبل العزاء اليوم هذه رسالة أن الكويت عصية على الإرهاب عصية على داعش عصية على كل من يريد أن يوزغ اللحمة الوطنية الشاعر يقول دخلت حماية في الرؤوس مخطط وعيد قومي من لضاه مروع وهي التي إنعنشبت أصفارها في غبلة فأنا وأنت المصرع عدنا تصنفنا يد مسمومة متسنن هذا وذا متشيع يا قاصدي قتل أخوة غيلة لم الشباكة فطيرنا لا يخدعوا طير الكويت لا يخدع الشعب الكويتي لا يخدع لم الشباكة فطيرنا لا يخدعوا غرس الإخاء نبينا وكتابنا فامتد واشتبكت عليه الأدرع أنا أعتقد أن ما حدث أمس واليوم اللحمة وطنية هذا أكبر رسالة نوجهها إلى هؤلاء الإرهابيين ونقول لهم أن الكويت عصية على الإرهاب أن الشعب الكويتي معدنة أصيل وأنه مهما حاولتوا تشوفوا لكم مكان ثاني الكويت في الواقع لا تتقبلكم والشعب الكويتي الشعب يعني بنيه وتكونه على الوسطية وعلى الوحدة الوطنية منذ أن تتزد الكويت في عام وخيرة أميرة الأول في عام 1756 إلى وقتنا الحاضر هي تعيش السني مع الشيعي البدوي مع الحضري الكويتي كلهم لحمة واحدة صحيح أن هذا الحادث في الواقع حدث عليم ومصاب جلل وذهب ضحيته الكثير من الشهداء والكثير من المصابين نحن نتعلم ونحن نبكي في الواقع دموع من دم ولكن هذا قدرنا في الواقع وقدرنا أن نواجه هذا الحدث علينا أن ننتبه هذه الرسالة يريد أن نوجههم أننا نريد أن ننتبه الآن علينا أن نكون يقضين أنا أعتقد أن يكون نقضين كمجتمع في البداية كأفراد مجتمع علينا أن ننبض كله فكرا متطرف كله فكرا إرهابي كله مريد أدي أمزق لحمتنا الوطنية كله من يريد أن يقول أن هذا الشيعي وهذا السني وهذا بدوي وهذا حضري وهذا بحارب إيش نعم يريد أن نقول له كفا نحن كويتيون فقط هذه هويتنا في الواقع الرسالة دكتور حامد وصلت وأيضا كما شاهد العالم أجمع من مسجد الدولة الكبير جموع المواطنين بسنتهم وشيعتهم أيضا وجميع مذاهبهم ومشاربهم تواجدوا واستطفوا مع قيادتهم الرشيدة لاستقبال المعزين واستطفوا هذه رسالة واضحة لمن يريد العبث بأمن البلاد منذ اللحظات الأولى دكتور حامد تواجد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعال لموقع الحادث وبدأ سموهم متأثرا للغاية نعلم بأن هذا المكان خطر يعني ما الرسالة التي رأيتها من وراء ذلك يعني أريد أن أقول فدايا أن في الواقع أميرنا وأبونا الجميع هو في الواقع البلسم الذي كان يعني أعتقد البلسم الذي خفف الجراح الجراح المصاب على ذوي المصابين وذوي الشهداء وذوي القتلى والشعب الكويس هو وجود صاحب السمو في مسجد الإمام الصادق عليه السلام منذ اللحظات الأولى لهذا الحدث وفي وقت حار هو في وقت أيضا كان الجو يعني درجة حارة جدا عالية ووجوده في موقع في الواقع موقع موقع ما زال كان خطر وقتها نعم وجوده وحضوره وهذه الدموع في الواقع الحارة التي يعني ذرفها ونزلت من عينيه في الواقع هذا كان بلسم كل الكويتيين حسوا بالاطمئنان عندما رأوا هذه الدموع وهذا الموقف من صاحب السمو وأيضا اليوم بالمناسبة يعني أنا كنت موجود في المقبرة وأيضا شفت هذه الجموع عشرات الآلاف من جميع أطياق الشعب الكويتي من جميع فئاتهم كبارا وثغارا شبابا وكبارا أيضا نساء ورجالا كلهم كانوا موجودين وأيضا وجود صاحب السمو والحكومة والأسرة الحاكمة الكريمة وعضاء ميس الأمة ورئيس ميس الأمة سيد مرزوق الغانم ما زالوا الآن وأيضا يعني دكتور حامد تعزية سمو أمير البلاد أب الجميع يعني حفظه الله ورعا لأهل الشهداء وتلقي واجب العزاء في مسجد الدولة الكبير رسالة حملت الكثير المعاني أيضا يعني هذه الرسالة أن صاحب السمو الآن هو موجود في قلب الحدث صاحب السمو وأب الجميع لن تستطيعوا أن تهزموا الكويت ما دام أميرها في الواقع صباح الأحمد هذه الرسالة هو أبل الجميع لن تستطيعوا أن تهزموا الكويت لأن شعبها يقتدي بأميرها طبعا دكتور حامد يعني كذلك أعلان الحداد الرسمي وأيضا فتح مسجد الدولة الكبير أبوابه لاستقبال المعزين يعني رسالة صادقة وقوية بأن الكويتين يقفون صفا واحدا لدحر الإرهاب كيف ترون ذلك؟ طبعا شوفوا الضحايا الضحايا ذهبوا في مسجد مسجد شيعي في مسجد الإمام الصادق وهذه الرسالة أن العزاء سيكون في مسجد الدولة الكبير وفي أيام هذا الشهر الفضيل وأعتقد أن الرسالة أيضا قيلت اليوم في المقبرة قالها المتواجدون هنا قالوا لا سنية لا شيعية وحدة وحدة وطنية لا سنية لا شيعية وحدة وحدة إسلامية وهذا الوطن ما نبيعه أخوان سنة وشيعة هذه الرسالة في الواقع وكان كل قالها عشرات ألوف لم أقل المئات ألوف كانوا بوجهوا في المقبرة وجهوا هذه الرسالة للإرهابيين والإرهاب أننا نحن صف واحد وأن هذه الأيدي الأرهابية لن تفرق وحدتنا إن شاء الله الدكتور حامد العبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت شكرا جزيلا لك حياك الله دكتور هاني شعبان الشيخ هاني شعبان اليوم بالمناسبة ذكر الدكتور حامد العبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ما شاهده في المقبرة الجعفرية اليوم من صورة تلاحم كيف تقرأ هذا الأمر؟ طبعا أجاوبك وأحب أني أعاقب على السؤال الذي طرحته على الدكتور لأن هؤلاء المغرر بهم كيف يمكننا معالجته لأن هذا السؤال ما نقدر نتجاوزه بدون أن نشبعه كفكر لأنه يخدم بالنتيجة أبناء المجتمع والجميع بلا شك طبعا اليوم في المقبرة لازم نكون نحط عدة عوامل عامل صيام الناس والحر الشديد لربما يعتقد أن البعض أن هذين العاملين يعيق أبناء الكويت من أن يقوموا بأداء واجب العزاء أو المشاركة لإظهار مشاعرهم وإحزانهم بالفعل أنا أبلغت بأن العزاء سيكون ساعة بالأربع يعني التشيع فقبل التشيع بساعة ساعة أني أكون في المقبرة تحسبا للإزدحام بالفعل وصلت ثلاثة ونص المقبرة ما كان لك محطري المسجد مملوء صالات المعزين مملوئة والإعلاميين وجميع الطرقات مغلقة والتعاون الجيد مع رجال الأمن جزاهم الله خير للجزاء والكل كان مستعد التشيع وعندما قمنا لكي نؤدي واجب التشيع لهؤلاء الشهداء الأبرار الكل قام العلماء الوزراء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبقية أعضاء مجلس الأمة وكثير من الشيوخ أعضاء الحكومة الموقرة أيضا كانوا متواجدين أستطيع أن أقول لك بأن لم تكن قضية التشيع عادية إنما الفقيد فقيد الكويت والذي خرج لكي يشيع هو ابن الكويت فجميع أبناء الكويت من جميع طوائفهم ومن جميع مشاربهم خرجوا لكي يشيعوا أبناء الكويت دون أن يضعوا أي اعتبار لمسألة طائفية لا شيعية ولا سنية ولا لحضر ولا لبادية إنما جميع الأطياف كانوا مشاركين إضافة إنه عادت أن الجنازة عندما تشيع فإنه يكبر أمامها وهذه رسالة جدا قوية يكبر أمامها ولكن اليوم الشهداء عندما شيعوا بدلا أن يكبر أمامها رفعت شعارات وهذه الشعارات هي رسائل لكل من أراد شرا بأهل الكويت ولكل من أراد أن يبث فكرا وفتنة بين مكونات الشعب الكويتي مثل ما تفضل أستاذي دكتور حامد العبدالله إنه صاحوا برفيع الأصوات لا شيعية لا سنية وحدة وحدة وطنية أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعة وبالفعل إحنا على مر العصور والقرون منذ أن تأسست دولة الكويت المعطاءة الأبية مررنا بكثير من مواقف تاريخية أثبتت لنا من حادثة الجهراء وغير 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 إلى اليوم نحن في المواقف نعم لربما غير المواقف كل إنسان حتى في البيت الوحيد يصبح فيه اختلاف صحيح ولا لكن في المواقف لا تجد إلا الكويتين أن يكونوا يدا واحدة وصوتا واحد وشعورا واحد كل يتبادل مع الآخر نفس المشاعر وهذا ما حدث اليوم وهذا ما رأيناه اليوم في المقبرة طبعا إذا عندك سؤال عندك تعقيبة دكتور سيد أنا بالعكس أقول فعلا ما ذكر الشيخ خاني ينبقي في الواقع أن يكون هو الواقع بأنه لا فرق في المجتمع الكويت ما بين سنة وشيء قد يكون هناك اختلافات هذا الشيء طبيعي في المذهب قد يكون اختلافات في المذهب الواقع كما ذكرنا ولكن سمت هذا المجتمع أنه مجتمع وحدوي وأقصد بالمجتمع الوحدوي أنه مهما حصل فلديه شعار الخلاف وشر اذهب إلى أي ديوان في الكويت ولما تسأل عن الواقع الاختلافات السياسية وهذه سمت المجتمعات الآن يقولك الاختلاف وشر سنة أو شيء حاضرة أو بادية يقولك الاختلاف وشر والاختلاف وشر بين قوسين قالها قبل ذلك عبد الله بن مسعود قال عندما وقع خلاف ما بين الصحابة وعثمان بن عفان حول مسألة فقهية وهي الصلاة في ميناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ميناء ركعتين يجمع الظهر والعصر ولكن عثمان قد تأول فقهيا فصلاها أربعا وكان عبد الله بن مسعود خلفه فصلاها أربعا فلام بعض الصحابة عبد الله بن مسعود قال له صليت مع النبي ركعتين وتصلي مع عثمان أربعا فقال الخلاف وشر الخلاف وشر وهذه الكلمة الخلاف وشر عندما تذهب في الأيدوانية من دواوين الكويت يقولك الخلاف وشر الخلاف وشر وهذه سمة أهل الكويت إنهم مجتمع واحد مجتمع لا يفرق والله عشنا في السبعينات وفي الثمانينات لا نفرق ولن نفرق وما حصل هي سمة موجودة عالمية الآن بين الاختلاف في المذهب ولكن المجتمع الكويتي يمتاز أنه عند الابتلاءات تجده جسداً وحد كما ذكرت كذلك أيضاً ما ذكره الشيخ خاني وأثني عليه وهو أنه الاجتماع قوة كما يقول الله تبارك وتعالى وأتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وكما ذكرت بأن الفرقة ترى لها أنواة قد تكون بالأفكار قد تكون بالأقوال وهذا ما ترجمه شعب الشعب من أول بداية الساعات الحادثة الأليمة تجه على طول إلى بنك الدم أحسن حتى أن بنك الدم لم يستوعب كل هذه الجموع وأوقف العديد والعديد من هؤلاء اكتفى وهذه دلالة على أن المجتمع ومجتمع يتفاعل مع بعضه البعض في المحن وفي الابتلاءات لذلك أقول أن الفرقة الموجودة قد تكون في الأفكار قد تكون في الأقوال قد تكون في الأعمال ولكن لن تؤثر على وحدة المجتمع وعلى أمن المجتمع مهما حصل صدقني مهما حصل قد يكون عندنا اختلافات سياسية قد يكون عندنا اختلافات مذهبية قد يكون عندنا إنسان يتنطع من هنا وإنسان يتنطع من هنا ولكن انظروا الآن إلى الملحمة داخل المجتمع الكويتي في هذه الحادثة وهذه الحادثة المأساوية على المجتمع الكويت انظر إلى سنة وشيعة انظر إلى الكبير والصغير انظر إلى المرأة انظر إلى الرجل الكل متحد إلى وحدة الصف والاجتماع ونبذ التفرق لذلك لم تسمع ولم تسمع أي اختلاف مذهبي في هذه الأوقات ولا حتى ايضا اختلافا سياسيا لأن الوقت الآن بحاجة إلى تغافر الجهود وهذا ما دحر الفتنة التي يسعى الارهابيون لتحقيقها في الكويت نعلم شيخ هاني يعني ان الارهاب لا دين له يعني مقولة حقية تثبتتها لأيام وتثبتها برأيكم ما هو الدور الذي يجب ان تقوم به مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقف هذا الوباع العابر للحدود ايضا طبعا هناك كثير من الحلول وكثير من المعالجات اللي يمكن للإنسان أن يعالج فيها هذا الفكر المتطرف الارهابي ولكن مشكلة دول العالم اليوم ومشكلة المجتمعات وأنا اسمح لي بهذه العبارة حتى المجتمع الكويتي فضل تارة لمن انت خلال اصول لك مثال بعدين أبين لك المأساة وين عن المشاهد عن الدكتور سعد عرف شون تارة لمن واحد تطلع لدملة بإيده عرف شون يروح للطبيب فتارة ان الطبيب حذق وتارة ان الطبيب سطحي فهذا لمن يروح طالعت لدملة يروح لطبيب السطحي يطالع حول يعطي كريم يقول له اروح اتعالج وان شاء الله الله يكفيك الشر يروح بعد اسبوعين ثلاثة تروح لدملة بعد شهرين ترجع لدملة مرة ثانية نفس الشي يجي يعطي نفس الكريم ويخلص هذا مو علاج الطبيب الحذق هو اللي لمن يشوف تكرر المرض لمن يتكرر في المجتمع ويتكرر اقليميا لازم يروح يشوف شنال اسباب اللي جعلت هذا الجسد يخرج هذا النوع من الدمل المؤذي الاسباب الحقيقية الاسباب الحقيقية احنا اليوم المشكلة الكبرى اللي قاعد نواجهها هو ان مجموعة شباب يتطلع للمستقبله الجيد هو الذي يأخذ غدرا وغيلة ويستخدم استخدامات لهذه الافكار المتطرفة فبالنتيجة اليوم الشعوب قاعد تخسر مجاميع شبابية هؤلاء ينبغي ان يبنون مستقبلا زاهر لشعوبهم ويكونون ذوات الرفع والمفخرة لعوائل مؤسرهم هو اللي قاعد يروحون يعني مثلا هذا اللي فجر نفسه اليوم شنو قيمته في المجتمع الآن شنو القيمة الحقيقية التي اعطيت لشخص صنع هذا الصنيع ولامثاله العشرات المئات الذين يفسدون في الارض ويقتلون المسلمين من دون وجه حق صحيح ولا لا هذا ما لا قيمة لكنه يوهم بان يعني انا طالعت بعض التويترات وطالعت بعض الجسمة اطالع اشوف هذا الذي فجر نفسه اكو كثير من الناس قاعد يمدحونه طيب نعم نبارك لكم بان فلان قد فجر نفسه والان هو مع الرسول زين على ما ادت الرسول اولا تعال شنو الدليل ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاتح لمطعم بالجنة لاستقبالها هؤلاء الناس هذا عيب الصنف الفكر الاسلامي عيب طيب طيب يعني شيخ هاني لماذا انا سني على سبيل المثال اتصدر لفكر الشيع المتطرف لماذا لم يكن من جانب المذهب الشيعي يخرج من دعاة هذا الفكر وهذا المذهب لتصدي للغلو وتطرف في المذهب وهذا الكلام اعكسه ايضا على الجانب السني هذا الحين اقول لك ابين لك شو السبب احنا مشكلتنا مشكلة جذرية اساسية اعرف شون لا هي مشكلة فكر شيعي ولا هي فكر سني احنا دائما نتعامل مجتمعين مع الشواب الان نتحدث عن هذه الفترة يعني اخوي دكتور سعد عالم من علماء اهل السنة هل ترى في افكاره او ترى في كتاباته او حتى في دراسته زاوية يمكنه بعد هذه الدراسة وبعد هذه المكانة التي حضي بها عرشون ان يوم الايام ويأتي بفتوى تبيح قتل انسان مهما كان اختلافه فكريا ودينيا فكريا والله يتجاه خير دكتور سعد يعني صار لها فكرة كبيرة انت هل رأيت في جميع الخطابات اللي الخطابات الشيعة على المنابر يتكلمونها عرف شون هل رأيته خطيبا واحدا مقبولا لدى المجتمع الشيعي انه افتى بقتل او جواز قتل اي من كان من اي مذهب من المذاهب الاسلامية او غير الاسلامية احنا عندنا قاعدة الناس صنفان ما لهم ثالث وهذا حديث الناس صنفان اما اخن لك في الدين او نظير لك في الخلق فاذا كانت اخوة الدين ايه اللي تجمعنا والنظارة في الخلق ايه اللي اتحدد سلوكنا اتجاه بعضنا البعض اذا لا يوجد اي مبرر ان يسمح لي اني اشطب على حياتك او انهي حياتك على حساب نعم نحن عندنا في القرآن الكريم ان الفكر الوحيد الذي دعا الى شطب الاخرين هو الفكر اليهودي الذي اعتبر نفسه انه هو شعب الله المختار وبقية الشعوب التي لا تنتمي اليه اعرف شون هم اما عبيد او لا يستحقون البقاء اذا كان هذا الفكر هو الفكر الوحيد اذا احنا لازم نحط ايدنا بانه اي اي فكر يندرج تحت مسمى الارهاب والتطرف والاقصاء والتكفير والعمل على ازالة الاخرين فهذا ليس فكر جاء من البقى الاسلام والارهاب يعني شيخ هاني لا مذهب الاخر لا مذهب لانك ترقيب دكتور سعك شوف انا وشيخ هاني ترى صالنا سنوات وهذا هو ملاحظ يعني كوانا انا وشيخ خاني حريقة الرابطة الوطنية للتعايش وكنا نقيم العديد من الندوات سواء كانت الصحفية او حتى اللقاءات التلفزية لكن الشيء العجيب في هذه اللقاءات ما اسمعه من الدواوين حتى من خارج الكويت يعني ان اول مرة نشوف شيخ سني وشيخ شيعي قاعدين ما في عندهم مشاجرات خارج المألوف ومنذ قليل ايضا مدع سني ومدع شيعي فهذا يعتبر ميزة للأسف اقول لك لان وصلت المفاهيم عندنا اصبحت مغلوطة واصبح النجاة او النجاح هو فقط في الاثارة فقط دون المعرفة والثقافة والفهم انا رح اضرب لك امثلة لاني عايشت فترة طويلة سواء كان في الجانب الفقهي لاني تخصصت في الجانب الفقهي في قواعد الفقهية وفي اصول الفقه وكنت اجلس انا والشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد الشاذل النيفر وكانت لدي مكتبة اكثر من عشرين الف مخطوط او افوان الفين مخطوط اصل وكننا نجلس في مكتبتي في تونس وكننا نتذاكر وكلما تذاكرنا اصلا من اصول هذه الكتب الفقهية اجد جهلي في فهم الفقه الاسلامي وازلت اقول اننا لازلنا نتعلم كلما نقرأ نقول والله لازلنا نتعلم في سنة ثمانين او واحد وثمانين سأضرب لك قصص والله قصص حقيقة مؤلمة وقصص يعني كثيرة جدا من خلال الواقع ليفهم الجميع لان ما يحدث الان من تطرف سببه امران الاول هو الجهل المطبق على عقول الشباب والامر الثاني هو ابليس الشيطان قد يلبس على كثير من العقول المتدينة حديثا او الذي لديه تدين ولكنه تعصب وانحرف بشدته الى هذا الفكر او الى هذا التأويل نوعا ما كنت اجلس مع احد الاخوة في حادثة الحرم وكنت تساءل وكان هناك نقاش ما بين حتى في المذهب السلفي او في الحركة السلفية كان هناك نقاش حتى ما بين التكفيريين وبين السلفية المعتدلة في ذلك الوقت كان هناك نقاش حامي في هذه المسألة حول تكفير الحاكم حول تكفير المجتمعات وحول نظريات سيد قطب وغير ذلك يقول لهذا الشخص يأتينا في المنام احلام بان محمد ابن عبدالله القحطاني هو المهدي المنتظر انظر يقول اتاني انا واتى فلان وفلان 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 الى ان وصل شبه تواتر للمجموعة ان كل ليلة هناك رؤية بان فلان الذي اسمه محمد ابن عبدالله من اهل الطائف هو المهدي المنتظر فذهبنا اليه خلاص تواتر الموضوع فذهبنا اليه وقلنا له انت المهدي المنتظر انظر الى تلبس ابليس لبعض الناس واقتنعوا بفكرة ابليس هذا جانب الجانب الاخر وهؤلاء انا 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 يعني اؤكد بان ما يقومون به هي افكار ابليسية وليست افكار مبنية ومبثقة عن فقه او عن شريعة لان الاسلام يحمي العقول الاسلام يحمي الدماء الاسلام يحمي الاعراب الاسلام يحمي الاموال الاسلام يدعو شوف انا اضرب لك في السياسة الشرعية مدام ندخل احنا اطبعا اطيتنا دكتور سعد اعطيتنا مشاهد بس اقول لك يقول الفقهاء في السياسة الشرعية لكن ما رأيس الاجراء في مواجهة هذا الفكر لا انا انا معاك انا ادخل انا ادخل كانت اجراءات المواجهة الفكر هذا بعد ذات سياسه لكن يقول الفقهاء لو علم الامام المجاهد بانه لو ظن انه سوف يغلب يحرم عليه الجهاد في سبيل الله لو ظن على يقين أنه سوف يغلب لو ظن الإمام المجاهد أنه سوف يغلب وسوف يهزم يحرم عليه الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم مولاة الأمور وهذا إجابة على السؤال لكن الآن في مواجهة هذا الفكر لأنهم لا يرون بأن هناك ولي أمر أساسا هذا الفكر التكفيري لا يرى أبدا بأن هناك ولي أمر وأنه تحت ولاية هذا الأمير أو ذلك الملك لا لا أبدا لا يعتقدون ومع ذلك قد خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد أجمع يقول ابن حجر يقول الإجمع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم شوف حتى السلطان الظالم يقول ابن حجر رحمه الله يحرم يقول لا يجوز الخروج على السلطان الظالم وقال ابن بطال أيضا وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء دماء المسلمين هذا جاء في فتح الباري أيضا ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك قال أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام يقول فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقا ظالمين انظر إلى كتاب النووي في شرح النووي الإمام أحمد بن حنب في مسنده كتاب مسند كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أزال كل الأحاديث التي فيها خروج على الحاكم قال لا خيرة في الخروج ولا خيرة في القتل فأزال كل الأحاديث التي تخرجها هؤلاء إجابة على سؤالك في مكافحة هذا الفكر أن نحارب هذا الفكر بالفقه الإسلامي بالفكر الإسلامي في السياسة الشرعية الصحية في الإسلام وفي فهم السر هؤلاء ليس لديهم ثق أنا أذكر كنت أدرس أحد الأشخاص الذي لديه هذا الفكر سنة ستة وثمانين وكان في بيتي جاءني قالي الدكتور أنت عندك فقه وكذا يرأت تعطيني فقه المحلة في كتاب ابن حزم وكنت أقرأ له في كتاب ابن حزم وابن حزم طبعا ظاهري وهم هؤلاء هم ظاهرية أكثر من ابن حزم الظاهري وأكثر من أبو داود الظاهري لذلك عندما كنت أبين له كان يتعجب يقول كيف هذا التأويل هذا رأي لا يأخذون بتفسير النصوص لا يأخذون بيشجة الدلالة وإنما يأخذون النص فقط ويطبقونه على حسب الفهم الذي هو يفهمه من هذا النص لا على حسب الفقهاء لأنهم يقول هؤلاء فقهاء هم رجال ونحن رجال وهذه المصيبة إذا هو يساوي نفسه كابن القيم مثلا أو ابن حزم الظاهري أو أبو حنيفة رحمه الله أو الإمام الشافع أو المام مال هو يظن نفسه نفس هؤلاء الولماء شيخ هاني شعبان تعقيبك على ما تحدث طبعا الدكتور كفه وفه لكن أنت يظل سؤالك عايم أنه كيف يمكنه معالجة هذا الفكر طبعا ومعطاني الدكتور ساعد أنا سألته ومعطاني أنا أكام هو بيّن لكن الواحد سبحانه وعلا الدكتور الله حفظه ما قصر بيّن أنه أولا تكلم عن تطرف فكر المسؤولين لكن إحنا مشكلتنا مو في فكر المسؤولين كيف يمكننا أن نحول بين هذا الفكر وبين المجتمع الذي وقع في مصيدة هكذا أفكار إذا صح التعبير أولا إحنا اليوم لما نتعقب المشاكل من ونيتنا وإن هؤلاء الذين أصبحوا دخلا على مجتمعاتنا يهددون الأمن لازم ما نطالع بزاوية مغلقة لازم نطالع مثل ما يقولون بزوم مفتوح اليوم العالم أصبح قرية واحدة ما نراه في الأقاليم المحيطة بالمجتمع الكويتي هذا إحنا قاعد نوقف عنده كدراسة ندرسها وكخبرة نقف عندها حتى نحصن أنفسنا من أن نقع فيما وقع فيه الغير هذا أمر حقلائي مطلوب أنا لما أطالع في بعض البلدان أن الذي يهدد أمنهم والذي يعمل على تخريب سلامة أبطانهم ليسوا من داخل البلاد إنما من الخارج يأتون يقول لك والله صد نخلية من البوسنة من الهرسك من الأفغان من ما أدري وين من بلدان متعددة هذا على طول يعطيك شعار خطر إن هذا شابه حق مجتمعك هذا ليش داخل في مجتمعك وما الفكرة الذي يحمله حتى يسد في مجتمعك توصل إلى نتيجة النتيجة إن هذا المخطط الإرهابي ليس وليد يوم ولا أشهر ولا سنوات قليلة إنما هذا الفكر وليد سنوات طويلة عمل على تفعيل مسألتين أولا تجذير الفكر الإرهابي واللي يسمونه أهمى فقه التعدي وتطهير الأراضي والبلدان هذه وحدة الشغلة الثانية أكو هناك ناس يوجهون ويفتحون الساحات من أجل أن يدخل هذا الفكر ويلقى له رواجا في البلد أعطيك مثال أو مثالين واقعيين سيد بندر المثال الأول لما أنا أشوف في إحدى القنوات أو في بعض القنوات اللي إحنا نسميها قنوات الفتنة زين لما أشوف واحد لا نتبقى لنا وقت ثاني أشوف واحد يديك ليل نهار على أن هذه الفئة هي ضالة هذه الفئة هي كافرة هذه الفئة هي شاذة بعدين أتعد إلى مسألة أخرى يعني هذا الموضوع مهم جدا بإذن الله سنتطرق لكن هناك نشرة للأخبار بإذن الله بوقت آخر بإذن الله الشيخ هاني شعبان إمام وخطيب بالرابطة الوطنية وأيضا دكتور سعد العنزي الأستاذ في كلية الشريعة وعضو الرابط الوطني للتعامل شكرا جزيلا لك مشكور مشكور يا دكتور إذن مشاهدينا نصل لنهاية هذه الحلقة الخاصة والمباشرة للتقطية لتفجير مسجد الإمام الصادق والذي وقع في يوم الجمعة رحم الله شهداء الكويت رحمة واسعة وعجل إن شاء الله بشفاء المصابين في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته